الأوضاع الاقتصادية المتردية وازمة وباء كورونا والتدخلات الخارجية والعلاقات المتردية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا لم تبقي للرئيس رجب طيب أردوغان مجالا للعثور على مخرج أمام معارضة تزداد تحديا لسلطاته وتطالب بتغيير النظام الرئاسي الذي أقامه حزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كليتشدار أغلو يقول أنه يزمع السعي من أجل إلغاء النظام الرئاسي الذي تحول بيد الرئيس أردوغان إلى أداة للتسلط واعتبر كليتشدار أغلو أن أزمة تفشي فيروس كورونا زادت تركيا فقرا وارتفعت معدلات البطالة وتلاشي مفهوم الدولة الاجتماعية تماما وتقول أطراف المعارضة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان بات يدرك أنه يجب عادة نظام برلماني قوي لحكم البلاد بدلا من النظام الرئاسي الحالي وكانت وسائل الإعلام التركية الخاضعة على أردوغان قد أشاع ضجة حول وقوع انقلاب المحتمل بعد تصريحات للمتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أزجار أوزال قال فيها أن نهاية نظام القصر اقتربت رئيس حزب المستقبل التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو انتقد محاولات للترويج لشائعات حول إمكانية وقوع انقلاب جديد في البلاد متهما الرئيس أردوغان وقيادات حزبه بالسعي لجعل تركيا دولة أقزام عبر إشاعة مناخ الخوف في أوساط الشعب كمال كليتشدار أوغلو قال أن أردوغان سيرحل عن الحكم لا محلة وهو يعلم ذلك وتعرض أردوغان إلى عدة هزام انتخابية مؤخرا لا سيما في أنقرة واستنبول تشير إلى أن فرصة الفوز بالرئاسة مجددا تقترب من العدم تشير إلى أنقرة واستنبول